بما انك دخلت على الفيديو مش هتخسر حاجة لما تدعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل الاخبار الجديدة من قناة مساء الاخبار اهلا بكم في قناة مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين في القناة النهاردة هنتكلم عن توقعات ليلى عبداللطيف عن دول الخليج انبارح كنا منزلين فيديو عن توقعاتها لدول قرة افريقيا منها مصر وليبيا والجزائر وتونس والمغرب والنهاردة هنتكلم عن توقعاتها لدول الخليج خلال المرحلة القادمة من عام 2021 واول دولة هنتكلم عنها النهاردة هي السعودية اولا بتقول ولي العهد سيكون في 2021 الراعي الابرز لعمليات السلام وخصوصا في اليمن وصولا للعراق وتحت رعاية المملكة العربية السعودية بنشهد استقرار امني بداية من العراق واليمن استعدادا للدخول في مرحلة سلام قادمة وسيكون ولي العهد الراعي بالمصالحة ولم الشمل الخليجي من جديد وتوحيد الصفوف لمواجهة الصعوبات والازمات الطارئة وسنشهد اجتماع عاجل لمجلس التعاون الخليجي يجمع كل القيادات والاطراف وقرار يصدر من الدوان الملكي السعودي بالعفو عن بعض السجناء السعوديين وغير السعوديين كما سيصدر قرار ملكي بتوزيع او منح اراضي جديدة لبعض الشعب السعودي من اجل بناء مستقبل عائلي امن ومستقر وعالم سعودي من جيل الشباب سيكتشف دواء وعلاق فعال يتعلق بوباء خطير لكن غير فيروس كورونا في 2021 وفي 2021 تقارب سعودي تركي وتقارب سعودي قطري وزيارات متبادلة بين هذه الدول وسيتم بناء اول كنيسة في السعودية وذلك خلال المرحلة القادمة وعام 2021 في السعودية سيكون عام الانفتاح والظهور الفاعل للمرأة السعودية بامتياز والقرارات القادمة التي سنسمعها من القيادة السعودية بخصوص المرأة السعودية ستفاجئ الجميع وتضع المرأة السعودية في مراكز مهمة وحساسة مواسم الحج والعمرة في 2021 ستختلف في المشهد كثيرا عن العام السابق بفرحة الحجاج والمعتمرين وستحمل الامل بعد طول انتظار والسعودية في لبنان تسجل حضورا كبيرا خلال المرحلة القادمة وهذا الحضور سيحمل الدعم والمساعدة لكل الشعب اللبناني ومن منطلق ثابت السعودية لا تتخلى عن لبنان الشقيق ولن تترك لبنان عندما تواجه أزمات طارئة أو ظروف سياسية قاسية مهما كانت الأسباب حدث رياضي في الكرة السعودية يرفعها نحو كرة القدم العالمية والسعودية ستكون الرائدة في مجال السكة الحديد داخل أراضي المملكة وخارجها وسنرى مشروع كطار سعودي يصل لكل دول الخليج وسيكون كطار سريع وآمن وسنرى الحجاج القطريين في السعودية وتصالح سعودي قطري إماراتي بقيادة محمد بن سلمان أما عن توقعتها لدولة الإمارات المتحدة ومحمد بن زيد لعام 2021 فليلة عبداللطيف بتقول أن خلال المرحلة القادمة الإمارات ستتخطى موجة كورونا الثانية بسلام وتنجح في اتخاذ تدبير غير متوقعة وحريق يندلع في أحد فنادق الإمارات وأتمنى أن تمر بسلام وبدون ضرر بشري وفات فنان إماراتي بسبب فيروس كورونا وستشهد الإمارات تعديلات وزارية ستصب في مصلحة شعب الإمارات في الظروف الراهنة وإعلان الحداد في الإمارات جراء رحيل شخصية إماراتية بارزة والإمارات على منبر الأمم المتحدة بسبب قضية عربية طارئة عنوانها الإنقاذ والسلام وتمنح الإمارات خلال المرحلة القادمة الإقامة الذهبية لإحدى الشخصيات اللبنانية المرموقة برعاية الشيخ محمد بن زايد وأيضا سيتم خلال المراحل القادمة إنشاء مناطق تجارية حرة للمساهمة في جلب المزيد من الاستثمار الخارجي مع تقديم كرودة عاجلة للمواطنين للاستثمار في هذا السوق الحرة وتحريك العجلة الاقتصادية ده كان الإمارات أما عن الدولة اللي معانا بعد كده من دمن دول الخليج وتوقعات ليلة عبداللطيف لها في 2021 هنكلم عن دولة العراق بتقول ليلة عبداللطيف خلال المرحلة القادمة أرى الأنظار تتجه إلى مدينة بابل الأثرية وذلك لحدث زوء أهمية بارزة وكبيرة والوجود الأمريكي في العراق سيكون على المحك في 2021 وأرى المزيد من العمليات التي تستهدف أمريكا في العراق ورئيس الوزراء القادمي عليه أن ينتبه إلى أمنه ويتخذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال المرحلة القادمة والعراق يحقق المذيل من الإنجازات العسكرية وأرى يتوسع في السيطرة والانتشار على كر الأراضي العراقية وسنرى الجيش العراقي قوي وفاعل وأيضا يجمع كل التواقف والمذاهب العراقية ويدخل العراق في 2021 مرحلة لا تشبه المراحل السابقة أبدا وخصوصا على الصعيدين الأمني والعسكري والسيطرة والحسم هو عنوان العراق في 2021 وما بين الأنبار والموصل والرمادة والمنطقة الخضراء سنرى تنفيذ خارطة طريق جديدة تحمل الأمن والأمان لكل العراقيين وللأسف الشديد سيتم اختيال شخصية عراقية كبيرة في 2021 وهي شخصية مقربة من القازمي وأيضا العراق في تدخل في المراحل المقبلة في مفاوضات مع العدو الإسرائيلي أما عن توقعات ليلى عبداللطيف لدولة الكويت خلال المرحلة القادمة في 2021 فهي كالآتي أولا الأمن الكويتي سيحقق إنجاز كبير على الأرض خلال هذا العام ومن خلاله يحمل كويت من عمل إرهاب كبير وستقوم الكويت في المرحلة القادمة في بناء مطار جديد وضخم جدا وسيكون مجهز بأحدث المعدات العالمية وبهندسة مثيرة للإعجاب وستشهد الكويت محاربة واسعة للفساد تؤدي إلى حدوث تغير وتغيير كبير في الوجوه مع حملة اعتقال لعدد من الأشخاص البارزين ونراهم يحاسبون وراء القطبان وخلاف على الحكم يسيطر على الأجواء الكويتية لحدث مهم وأيضا الحكومة الكويتية يطلها التغيير والتجديد وأرى أمير الكويت سيحسم هذا الخلاف بالحكمة والوعي ويعيد الاستقرار إلى المصاري الفاعل في الكويت وصوت خليجي واعد ينطلق من الكويت ويعيدنا إلى زمن الكبار وأيضا صحة أمير الكويت تتعرض لنكسة صحية طريقة في المستشفى وإلى العلاج الدخان الأسود يتصاعد من أحد الأبنية الحكومية في الكويت لحدث ما أما عن قطر في 2021 وتوقعات ليلة عبداللطيف ليه خلال المرحلة القادمة فستشهد دولة قطر في 2021 حدثا مميزا ومهما يلفت الأنظار ويكون حديث الإعلام والمصالحة القطرية السعودية ستكون مصدرا للحدث زيارات متبادلة بين قطر ومصر بيجدد العلاقات وإعادتها لصابق عهدها ده كان بالنسبة لدولة قطر خلال عام 2021 في المرحلة القادمة أما الدولة اللي معانا بعد كده هي دولة اليمن فليلة عبداللطيف بتقول ستشهد اليمن لقاءات واجتماعات دولية وعربية مكثفة تؤدي إلى تغيير داخلي كبير يبدأ بانتخابات رئيس يمني جديد وحكومة جديدة من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن وأيضا هنقول ستساعد كل من السعودية وإيران ودول إيروبا وستعمل على دور كبير في هذا الإنجاز والاستحقاق القادم في اليمن والرئيس اليمني خارج اليمن بسبب التغيرات القادمة وأرى انتخاب رئيس جديد تتوافق عليه جميع الأطراف والقوائل اليمنية بما فيهم الحثيين وعام 2021 هو عام الأمل للشعب اليمني من خلال إنهاء الحروب وإعادة إعمار اليمن وبناء دولة قوية ومستقرة وتحمي جميع اليمنيين تحت رعاية سعودية عربية الأنظار والإعلام في المرحلة المقبلة حول السيد عبد الملك الحوثي بسبب حادث مؤسف وعبد الهادي الرئيس اليمني بالنسبة لصحته سيكون في صحة حرجة جدا نشوف معانا كمان البحرين وتوقعات ليلة عبداللطيف لها هي كالآتي في 2021 في المرحلة القادمة صفن إيرانية تقترب من حدود البحرين لحدث مؤسف وأيضا وفود عربية وأجنبية في القصر الأمير البحريني والإعلام سينقل الحدث جسر البحرين سيكون محطة الأنظار وحديث الإعلام بسبب تطورات مفاجئة وبكده نكون انتهينا من توقعات ليلة عبداللطيف للدولة الخليجية خلال عام 2021 شكرا على مشاهدتكم للفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة لو أنتوا لسه جدادوا تفعلوا جرس التنبيهات علشان توصل لكم إشعارات الفيديوهات الجديدة ولو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا باللايك والشير عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس استنونا في فيديو جديد إن شاء الله بكرة عن توقعات ليلة عبداللطيف لدول بلاد الشام شكرا واستنونا في فيديو جديد وخبر جديد على قناة مساء الأخبار وأتمنى لكم كل الخير والسلامة